الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور سيف الظاهرية المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد الأخوة والأخوات في ظل نجاحات الدولة المتواصلة في تطبيق أفضل الممارسات في مواجهة انتشار الفيروس والوعي المجتمعي العالي والالتزام بالإجراءات المعلنة عنها في البروتوكولات الوطنية نشهد ولله الحمد انخفاض تدريجي ملحوظ في عدد الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين ويعد ذلك مؤشراً إيجابياً وخطوة للطريق للتعافي والعودة للحياة الطبيعية ونكمل هذا الطريق بتعاون والتزام الجميع أثبتت دولة الإمارات من خلال إدارتها لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أنها نموذج يحتذى به في التعامل مع احتواء التداعيات الناجمة عن الأزمات والكوارث الطارئة فعلى الصعيد الداخلي سارعت الدولة إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات الوقائية والتدابير الاحترازية التي عززت من الأمنين الصحي والقذائي لأفراد المجتمع كافة اتخذت الإمارات مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار المرض وذلك عبر تأسيس وتأهيل المستشفيات ودور الرعاية الصحية وإجراء الفحصات الطبية اللازمة لأكبر عدد من السكان الأخوة والأخوات أبرزت دولة الإمارات نموذجا مرنا في التعامل مع الأزمة فكانت من أهم مرتكازات هذا النموذج المراجعة الدورية للمعطيات والمتغيرات وسرعة المواءمة مع الوضع الراهن ليتناسب مع أولوية الصحة والسلام المجتمعية التي ركزت عليها القيادة الرشيدة يستعد القطاع الصحي في الدولة وكما أشرنا إليه في الإحاطة السابقة بتفعيل وتشغيل عدد سبع مستشفيات ميدانية خلال هذا الشهر وبطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 2058 سريرا منها 292 سريرا للحالات الحرجة توفر المستشفيات الميدانية خدمات علاجية استثنائية وهي مزودة بأحدث المستلزمات الطبية وفق أرقى المعايير الطبية العالمية لعزل المصابين وتقديم العلاج المناسب لهم يأتي إنشاء المستشفيات الميدانية بتوجيهات من القيادة الرشيدة وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من توفير أكثر من 6 ملايين جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى اليوم وتم تقديم اللقاح لعدد 3.777.143 شخص وبذلك تصل نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 48.71% ومن الفئة المستهدفة إضافة إلى ذلك فقد تم ولله الحمد توفير اللقاح لنسبة 64.52% من فئة كبار السن تواصل دولة الإمارات منهجيتها الخاصة بالفحوصات الهادفة إلى الاكتشاف المبكر والتقصي للحد من انتشار الجائحة عبر إجراء فحوصات مكثفة لمختلف فئات المجتمع إذ تجاوز إجمالي عدد الفحوصات حتى اليوم 32 مليون فحص الأخوة والأخوات مع اتخاذ الجهات المعنية خطوات حذرة للتخفيف المتدرج للإجراءات الاحترازية وإعادة الحياة لطبيعتها ظهرت عدد من المخالفات والتجاوزات الغير مسؤولة التي ساهمت نسبيا في توسيع دائرة انتشار الفيروس فخلال شهر فبراير من العام الجاري وصل عدد المخالفات إلى 55966 مخالفة وفي جميع أنحاء الإمارات وجاءت مخالفة عدم ارتداء الكمامات كأكثر مخالفة تم رصدها خلال هذه الفترة وبنسبة 47% تليها مخالفة عدم الالتزام أو التزام لمحلات والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية وبنسبة 20.5% ثم عدم الالتزام بالتباعد الجسدي وبنسبة 17.5% ثم عدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح به في المركبة الواحدة وبنسبة 8% وأخيرا التجمعات العشوائية وبنسبة 4.5% الأخوة والأخوات للجيش الأبيض الإماراتي والمنتشر في ساحات المستشفيات ومراكز الفحص وأبطال خط الدفاع الأول المخلصين وأبناء دولة الإمارات المتطوعين الأوفياء ومن جميع الجاليات نقول شكرا خط دفاعنا الأول شكرا أبطالنا العاملين بصمت شكرا أبناءنا المرابطين على الخطوط الأولى في مواجهة جائحة أربكة العالم أجمع ليبقى مجتمعنا محصنا وآمنا ينعم بالصحة والعافية التصدي لهذه الجائحة هو مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جميع الجهود المجتمعية والمؤسسية كافة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية هو الشكر الحقيقي الذي نعبر من خلاله عن مدى إحساسنا بالمسؤولية لما يقوم به الأبطال في الفرق الطبية والكوادر العاملة لصحتنا جميعا كانت للجائحة تأثيرات في مجالات عدة ومن أبرزها التأثير على المجتمع من خلال المعلومات المغلوطة والتي قد تحد من سرعة التقلب على الأزمة فبادرت الدولة بتكريس كافة قدراتها الإعلامية لتوفير المعلومات والحقائق لأفراد المجتمع كافة وتم تفعيل منصات إلكترونية متخصصة لبث أحدث المستجدات وإنشاء مركز الاتصال الوطني المعني بكل ما يخص بالأزمة وتوحيد الجهد الإعلامي حكومة الإمارات رفعت شعار التعامل بشفافية مع الأزمة فمنذ عام بدأنا ببث الإحاطة الإعلامية وبشكل دوري ومستمر للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ولتعريف أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وحرصت الدولة على إطلاع المجتمع على هذه المستجدات وبروح من المسئولية والأمانة الأمر الذي ساهم في محاصرة انتشار الشائعات والآن نترككم مع أبرز محطات الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات خلال العام المنصرم كل إنسان تمر في حياته تحديات تحديات هذه مرة تكون صعبة ومرة تكون أصعب خاصة لما يكون الموضوع وطن صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى برنامج التعقيم الوطن وسيتم تنفيذ هذا البرنامج ابتداء من اليوم فقد تقرر مخالفة كل من لا يلتزم ستفرط عليه غرامة تستمر الجهات الصحية في الدولة في زيادة وتوسيع دائرة فحوصات فيروس كورونا المستجد نوافيكم اليوم المستجدات في الأبحاث العلمية في مواجهة موفد 19 في الدولة مع كورونا نحن محتاجين مناعة قوية نعلم اليوم عن استكمال برنامج التعقيم الوطني تسجيل أعلى عدد للمتعافين في الدولة نود أن نزف لكم بشرى الإعلان عن فتح المساجد جهود إنسانية ومجتمعية رائدة ومتميزة تستحق الشكر والتقدير شكراً لكل موظف هذا العمل لا يمكننا أن ننسى وفي الختام ندعو الجميع إلى الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع التدابير الاحترازية من أجل صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة حفظ الله الإمارات قيادة وشعبا وأدام على مجتمعنا الصحة والسلامة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته